اه طاقة الجمود طلعت مقلوبة عم بشوفك عم تتحرك هادا الشهر شوف يا برج الجوزاء في اشخاص من برج الجوزاء لهم تقريبا اكتر من سنتين خلينا نقول او ثلاث سنين حاطين الموضوع في بالهم يمكن يكون عمل بدهم يتركوا العمل وكتير مترددين بدهم يغيروا العمل وكتير مترددين او يمكن بالعاطفة ما يعني ما متحدد هادا الشي بالطاقة الطاقة بشكل عام تيجي فعم بشوفك هادا الشهر عم بتقرر واخيرا انك تطلع من هادا الموضوع نهائيا عم بتحط حد لهادا الموضوع بشكل نهائي عم تتجرأ شايفي في عندك جرأة كبيرة هادا الشهر من بعد حيرة لازمتك فترة طويلة عم بتحاول مش بتحاول لا فعلا عم تقطع الموضوع كله وتختار الشغلة من الشغلتين اكتر شي عم بشوفها انه تغيير عمل عمل انت كنت كتير ملازمه لك فترة فويلة عم بتغيره او عم تقرر انك تتركه تغير مجالك او ممكن يكون على العاطفة بشكل عام خلينا نشوف لبرج الجوزاء برج الجوزاء هذا الشهر في زي ما قلتلك انت رح تاخد قرار كبير فيه قرار كبير في حياتك انت كنت مأجله لك فترة وهيك عم بشوفك بتاخده تكسر كل شي يعني رح تكسر كل خلينا نقول مش ما بادقك انت دايما برج الجوزاء بتأجل الامور او عندك شوية حيرة يعني دايما في عندك حيرة بالامور كذا هذا الشهر لأ عم بشوفك بتكسر كل اشيو وتطلع من وكأنك صبرت لفترة طويلة على موضوع معين على شخص معين وخلص انفجرت يعني اخدت قرار صارم اخدت قرار صارم بانك بعد طبعا بعد ما امتلكت كل الادوات انك تاخد هذا القرار وانا بشوفه قرار سليم جدا لانه الورق كله ايجابي بعد هذا القرار رح تدخل سايكل حياة جديدة بكل الاشكال لكن في تغييرات يعني على حياتك اليومية العادية رح تحاول تعملها شايفي فيه شي جديد عم يدخل حياتك وفيه شي عم يطلع من حياتك فيه تغيير جذري ما عم بقول هيك تبخيم لا فعلا كل الورق عم بقول فيه تغيير جذري من بعد قلتلك فترة طويلة كنت اجل موضوع معين عم بشوف عندك الطاقة الكاملة انك تعمل هذا الشي وصبرك كان في محله استنيت لما خلص صار خلينا نقول الموضوع بجيبتك او ضمانة موضوع معين اخدت هذا القرار او رح تاخده ولكن هذا الموضوع كلياته رح يصير بتكتم انت مكتم على الموضوع اساسا يمكن كمان مخبي فلوس او فيه فلوس رح تجيلك شايفي فيه عندك كمان امنية في العمل عم تتحقق فيه شخص كتير زعجت بالشغل فيه ممكن تكون انثى مو شرط انثى بس الاغلب انها انثى انثى مائية ممكن تكون مائية او نارية المهم هذا الشخص او ممكن يكون ذكر ما دخل هذا الشخص كتير ازاك كتير على فكرة ممكن يكون كمان ترابي ازاك كتير ولكن عم ياخد يعني عم ياخد مصيبه شوي شوي عم بتجازع على افعاله شوي شوي وكأنك خلص قررت تترك يمكن هذا الشغل بسبب هذا الشخص ممكن شايفي عندك طاقة انتظار انا السيناريو كله عم بشوفه عمل ما بعرف ليش كله عم بيكون السيناريو عمل ما عم بشوف عاطفة في هذا السيناريو رح نفتح طبعا للعاطفة ولكن يمكن تركيزك كبير هذا الشهر على العمل يا جوزاء على العمل والمادة شايفي فيه فرحة فيه شخص من برج الجوزاء ممكن يكون زيك ممكن يكون هوائي ممكن يكون ناري او قوس او اسد هدول الاشخاص اذا كنت بتعرف منهم فهو رح يساعدك في هذا الموضوع في موضوع العمل الجديد او الامر الجديد اللي عم تعمله اذا فيه تغيرات او تحضير ممكن لتغيرات معينة ممكن انك تحضر بشهر اكتوبر لهذا الموضوع وتنفذه بشهر نوفمبر بس التغيير موجود تغيير موجود بشكل كبير شايفي كمان في هذا الكرت ممكن يكون حمل عند نساء برج الجوزاء في فرصة تحمل هاي الفترة خلينا نقول مش بس اكتوبر انا عم بفتح الاكتوبر بس عم بشوف هلأ الطاقة عم تمتد شوي لنوفمبر فعم بشوف ممكن يكون فيه حمل اما في اكتوبر او نوفمبر الطاقات اللي عم بتكون عندنا عم بتكون فيه دلو اسد هذا بشوفه قوس هذا بشوفه جوزاء حتى انا احيانا بشوف كروت بشوفها برج معين مع انه ما يعني ما ناس كتير يعني ما بتختنع بس انا بشوف هاي الابراج اكتر الطاقات عم بتكون مائية هوائية ترابية تشوف بالنسبة للعاطفة بشكل سريع اكتر الطاقات اوه زي ما قلت لك هذا شهر القرارات هذا شهر يعني شهر خلينا نقول صبرت كتير وخلاص بكفي بالنسبة لبرج الجوزاء عم يقلب الطاولة على كل الأصعدة وكأنه مل خلاص من الانتظار أو من الصبر على أشخاص معينين بشكل عام أكتر شي بالنسبة للأشخاص العزاب أو الأرامل أو المطلقين شايفي فيه شخص معجب فيه شخص مقبل جديد هذا الشخص ممكن تكون طاقة نارية ممكن هوائية ممكن يكون سرطان هذا الشخص عم براقب من بعيد ولكن شايفي رح يأخذ خطوة هذا الشهر عم بيفتح معاكم موضوع فيه بإيده الشغل ليه ما بعرف عرض زواج أو عرض علاقة جدية لكن بشوف الهيئة جدية العلاقة جدية نوعا ما شايفيتك عم بتحط كل الأمور المشاكل العاطفية تحت إجريك أنت والشريك يعني مبين من الورق أنه الأغلب منفصل أو على مشاكل مع الحبيب كان بالفترة الماضية عم بشوفك من بعد العواصف من بعد الأمواج الهائجة صار فيه مشاكل كتير يعني المبين بالفترة الماضية عم بتحطها كلها تحت إجريك عم تكون قاعدة على البحر تشرب طبعا هذا بشكل مجازي أنا عم بقول يعني ترجمته بيكون أنتوا عارفين كيف تترجم الأوراق عم بتحطوا الاتنناتكم عم بتحطوا المشاكل تحت إجريكم وتمشوا عم بتسكتوا أشخاص عم بيكون في عم بيكون في استشفاء برضو منطقة سلبية عندك هذا الشهر ممكن يتم على خير هذا الاستشفاء مع هذا الشهر أو شهر نوفمبر ممكن أنك خلاص يتم الاستشفاء عندك إذا كنت عم تستنى أو عم تعمل استشفاء لطاقة سلبية معينة فأنا بشوف عندك استشفاء إن شاء الله 100% في هاي الفترة في أكتوبر أو نوفمبر لأن الطاقة عم تمتد شوي بهاي الورق أنا عم بشوف عم بشوفك سعيد بشكل عام على الناحية من الناحية العاطفية في أمنيتين في شغلتين في خبرين على الصعيد العاطفي ثناتهم رح يكونوا متلاحقين شوف شغلة صغيرة بعدين تيجي الشغلة الأكبر وأكنه رجوع بعدين زواج أنا ما بحكي الزواج هلأ رح يتم ولكن هاي كلها بوادر خير أو خلينا نقول وعود ممكن تكون تحضيرات أخبار مطمئنة شايف الشريك عم بيحملك شي عم بيحملك مفاجأة عم شايف رجوع بالنسبة للمنفصلين بشكل عام في اجتماع مع الشريك ولكن هذا الاجتماع رح يكون بعد بعد أخدوا عطا كتير بعد جاكرة قعدتوا فترة طويلة يمكن تجاكروا بعض شايفة لأ خلص واكنه مليتوا الاثنين من البعد مليتوا من المواضيع البلطة عميل شايفة كل المشاكل كانت عم تسير على أمور كتير تافهة ولكن كنتوا عم بتكبروها أنت أو الطرف الثاني طبعا القراءات العاطفية بتكون عكسية أحيانا شايفة في عندك حتى المال دخل عندك على الخط هنا من كتر ما أنت مشغول بالعمل يا جوزة والمادة عم يدخل كمان حتى على العاطفة اللي فتحناها فعم بشوف فيه أموال فيه أموال ممكن تكون من جهة الشريك جاية إذا كنت متزوج الشريك رح يصير في عنده زيادة في المادة كمان هذا الكرت بشوف فيه زواج أو بشوف فيه رجوع فيه بوادر خير فيه أمور حلوة وفيه عندك استشفاء يعني فيه عندك استشفاء من طاقة سلبية يا جوزة اشتركوا في القناة